دائما بيأخذنا الحنين إلى الماضي وذكرياته الجميلة لأن الزمن القديم مليء بالحكمة والخير أما زمننا الحالي فمختلف كثيرا ونجوم زمان عاشوا أجمل أيام حياتهم في هذا الزمن وإحنا معنا مجموعة من الصور الجميلة الأجمل نجوم زمان أول صورة معنا للفنانة الجميلة لبنى عبدالعزيز أثناء تواجدها في الجامعة والفنانة لبنى عبدالعزيز من مواليد القاهرة في يوم 1 أغسطس عام 1935 وتبلغ من العمر 87 عاما فاتن حمامة وصورة جميلة لها أيام شببها وفاتن حمامة اسمها بالكامل فاتن أحمد حمامة من مواليد المنصورة في يوم 27 مايو عام 1931 وتوفيت يوم 17 يناير عام 2015 عن عمر 83 عاما وهي صورة جميلة وفيها ابتسامة من القلب الفنانة شهيرة والفنانة شهيرة اسمها الأصلي عائشة محمد أحمد حمدي من مواليد القاهرة في يوم 1 فبراير عام 1949 وتبلغ من العمر 74 عاما العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ وصورة جميلة له مع الفنانة وردة الجزائرية والموسيقار بليغ حمدي ماريان فخر الدين وصورة جميلة لها في البدايات وهذه الصورة كانت من الصحف ومكتوب عليها ماري فخر الدين من ملكات الجمال في مصر فكانت الصحف في ذلك الوقت لا تكتب اسمها الأصلي وهذه الصورة قبل دخولها عالم الفن واحترفها التمثيل عبد الوارث عصر وصورة جميلة له أيام شبابه وعبد الوارث عصر اسمه بالكامل عبد الوارث محمد علي عصر من مواليد الجمالية في 16 سبتمبر عام 1894 وتوفية في يوم 22 أبريل عام 1982 عن عمر 87 عاما فاروق الفشاوي وصورة جميلة له مع والدة الفنانة دنيا عبد العزيز فكانت بتجمعه بالفنانة دنيا عبد العزيز ووالدتها علاقة صداقة قوية وقد توفي الفنان فاروق الفشاوي في يوم 25 يوليو عام 2019 الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع حفيده في الصورة جميلة له وهو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية وقد تولى رئاسة الجمهورية في يوم 14 أكتوبر عام 1981 وتم عزله في 11 فبراير عام 2011 دينا عبد الله وصورة جميلة لها مع والدتها ودينا عبد الله اسمه بالكامل دينا أنور أحمد عبد الله من مواليد القاهرة في يوم 16 يناير عام 1965 وتبلغ من العمر 58 عاماً صورة جميلة للفنانة سعاد حسني والفنان حسين فهمي وسامير غانم وهذه الصورة أثناء تصوير فيلم خلي بالك من زوزو الذي تم إنتاجه في عام 1972 وكان بيشاركها البطولة الفنانة تحية كاريوكا وهي صورة جميلة من كواليس هذا الفيلم الفنان عبد الحليم حافز والموسيقار أحمد فؤاد حسن وهذه الصورة تم التقاطها في عام 1970 أثناء إحياء الفنان عبد الحليم أحد الحفلات الموسيقية صورة أخرى للفنان عبد الحليم حافز أثناء كواليس أوبريت الوطن الأكبر وبتظهر في الصورة الفنانة شدية ونجاة الصغيرة والفنانة وردة وفيزة أحمد وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب صورة أخرى لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبيظهر معا في الصورة الفنان الراحل وعازف الجيتار عمر خرشد وعمر خرشد اسمه بالكامل عمر محمد عمر خرشد من موليد القاهرة في يوم 9 أبريل عام 1945 وتوفي يوم 29 مايو عام 1981 عن عمر 36 عاما صورة أخرى للموسيقار محمد عبد الوهاب مع الفنانة شدية أثناء تسجيلهم أحد الأغاني المزيعة والكاتبة المصرية الرحلة سلوح جازي وهي كانت مقدمة برامج من أشهر مقدمات في التلفزيون المصري وسلوح جازي من موليد 1 يناير في عام 1933 وتوفيت يوم 21 فبراير عام 1973 عن عمر 40 عاما الفنانة كريمة مختار والفنان يحيى الفخراني وصورة جميلة له من أحد الصخور في عام 2007 كما أنهم قدموا مساويا في هذا العام مسلسل يتربى فعزه وكان من أنجح المسلسلات التي قدمها الفنان يحيى الفخراني هندروستوم وسورة مع زوجها الدكتور محمد فياض وقد تزوجت هندروستوم من الدكتور محمد فياض في عام 1961 وكان خبر الزواج صادم جدا بالنسبة للوسط الفني لأنها كانت محط إعجاب الجميع وكان الكثير من الرجال يتمنون الارتباط بها صورة أخرى للفنان عبد الحليم حافظ وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وبيظهر معهم في هذه الصورة محمد أحمد المصري الشهير بأبو لمعه وهذه الصورة تم التقاطها في فترة الستينة صورة للفنانة شويقار من كواليس مصرحية سيدة الجميلة وكان بيشاركها في بطولة هذه المصرحية الفنان فؤاد المهندس وسيد زيان وفارق فلوكس وهي من أنجح مصرحيات الفنانة شويقار وفؤاد المهندس أحمد رمزي والفنانة ليلى شعير وصورة جميلة لهم من تصوير فيلم عائلات زيزي وهذا الفيلم تم إنتاجه في عام 1963 وكان بيشاركهم البطولة الفنانة سعاد حسني وعائلة راتب وفؤاد المهندس سعاد حسني وصورة جميلة لها من كواليس فيلم صغيرة على الحب الذي تم إنتاجه في عام 1966 وكان بيشاركها البطولة الفنان رجدي أبازة والفنانة ناديا الجندي والفنانة الرحلة زينب صدقي صورة جميلة أخرى للفنانة سعاد حسني وهذه الصورة بالألوان الطبيعية وقد التقطها لها مصور فرنسي في عام 1965 وهي صورة جميلة وفيها ابتسامة من القلب للجميلة سعاد حسني صورة ليلى زلفقر ابنة الفنان صلاح زلفقر ووالدة الفنان شريف رمزي الفنانة الكبيرة نجاح سلام وصورة جميلة لها في البدايات ونجاح سلام من موليد بيروت في يوم 13 مارس عام 1931 وتبلغ من العمر 92 عاماً ونجاح سلام فنانة جميلة ومن أجمل الأصوات العربية صورة للفنان الرحل محمود عبد العزيز من كواليس فيلم الكيت كات وبيظهر معاه في الصورة الفنان الراحل نجاح الموجي وبيظهر معاه في الصورة أولاده محمد وكريم محمود عبد العزيز وهذا الفيلم تم إنتاجه في عام 1991 صورة جميلة للعندليب الأصمر عبد الحليم حافز وبيظهر معاه في الصورة محمود صبحي والد الفنان الكبير محمد صبحي والذي كان يعمل مدير فرقة الفنان يوسف وهبي ومدير التسويق بهيئة المسرح والسينما والموسيقى والفنون الشعبية وكان محمود صبحي بمثابة المحرق الرئيسي للحفلات حيث كانت مهمته تسويق حفلات مصرح الدولة ومصرح القطاع الخاص وحفلات أم كلسوم وعبد الحليم حافز وفريد الأطرش وغيرهم من كبار النجوم في هذه الفترة رحم الله جميع نجوم الزمن الجميل رحمة واسعة وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر